منتخب شباب اليد يفوز على يرموك الكويتي استعدادها لبطولة افريقا منتخب شباب كورت اليد بقيادة كابتننا الكبير كابتن صابر حسين ابن نادي الاهلي فاز على نادي اليرموك الكويتي بنتيجة 29-18 ده طبعا كابتن ايمان صلاح عضو التحاد وكابتن صابر حسين المدير الفني طبعا هو المشف على المنتخبات المطشي الود تلعب على صلاة المكازيلونبي في المعادي المنتخب بيستعد لبطول كأس الامم الافريقية ولا هتكون في شهر تمانية من السنة الجاية شوف بصوا بيستعد المنتخب قابليها بسنة المنتخب بيستعد قابليها بسنة هو ده اللي بيميز منتخب او اتحاد كورة اليد للأسف باقي الاتحادات بتشتغل ازاي عندنا بطولة في شهر تمانية تجمع في شهر سبعة معسكر ضعيف في شهر سبعة نروح نلعب بطولة نخسر منفعش لازم المنتخب يكون انت عندك بطولة كمان سنة المنتخب قابليها في سنة ونص متجمع الفرقة دي بتتجمع كل اسبوع جمعة وسبت وحد بيتمرانه وده المنتخب شباب يعني انا بجيب لعبة دي من الانديةهم وخلي بالكم لما بيجيب اللعبة من الاندية ما بيجيبش الاثناشر او الستاشر القايمة لا بيجيب القاعدة بقى بيجيب اربعة وعشرين تلاتين لعيب جايين من الانديةهم بيتجمعوا بيلعبوا يبقى انت بترفع مستوى تلاتين لعيب بتعمل قاعدة دلوقتي اهو منتخب اليد بيعمل قاعدة للعيبة اللي بتلعب دلوقتي يا فرحة قلبي لما لعيبتي تكبر ما بقاش عندي استمرارية فهم بصين على منتخب الشباب ده عشان بيستعدوا بطولة افريقيا بطولة عالم لما ييجي الجيل اللي موجود ده يكبر بعد اربع خمس سنين تتلعبها منهم تكبر ابص تحت ألاقي عندي تلاتة اربعة خمسين طلعين زي النار تلاتة اربعة خمس لعيبة طلعين زي النار شفتوا فرق فرق السرعات طب ليه ما بيحصلش كده ليه ما بنوحدش السياسات في كل الاتحادات زي ما اتحاد كنت اللي قد عام هنا ييجي جدور الدولة دور الوزارة الشباب والرياضة ما ينفعش ابدا يتساب الموضوع في ايد الاتحادات انا بتكلم بكل امانة ما ينفعش الاعداد يتساب في ايد الاتحادات فقط لان قد اخطئ وقد اصيب ولكن الدولة المصرية مبثلة في زورة الشباب والرياضة بالامكانيات والكوادر والتخطيط تقدر تحط ايديها يا جماعة وروني هتعملوا ايه الاعداد ازاي فين منتخبك الشباب لازم الدنيا ترجع زي زمان لازم زي زمان لما كنا احنا بنلعب في التسعينات والتبانيات كان دور وزارة الشباب قوي جدا ومراقب جيد لأعدادات المنتخبات والفنيات كمان مش عيب ان انا اتكلم مع الناس انتوا عاملين ايه راحين فين فين منتخب الشباب فين منتخب الناشئين الفنيل اول اعداده ايه لا ده مش كويس زود قلل هات اللعيب ده من برة لازم ترجع تاني ما نسبش الموضوع الاتحادات يا جماعة عايزين نعمم تجربة منتخب اليد ولكن لو سبناها طب ما احنا بقلنا عشرين سنة بنقول يا جماعة تعلموا منتخب اليد تعلموا منتخب اليد محدش بتعلم خلاص احنا كدولة نفرد الكلام ده انه يبقى نظام وسيستم على كل الاتحادات وانا كل ثقة الحقيقة ان طبعا كل ده هيتعمل كلها حاجات ادارية بتتزبط وكلنا ثقة في الدكتور قشف صبح ان شاء الله انه يقدر يزبط الدنيا دي كلها